اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فانتوا وشطرتكوا عاد حابين انتوا كرمكوا وشطرتكوا ومركتكوا حابين تعملوا هاي الاشياء عملوها مش حابين برضو انتوا حرين طبعا اليوم توقعتنا رح تكون اول اشياء القمر الان استقر هو في برج القوس هو موجود في منزلة النعائم وهي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس بعدين رح ينتقل القمر لمنزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما انه موجود بالقوس ويعني بلشت تخف تأثيرات الخصوف شوي فاليوم ممكن نشعر بالابتحاج شوي نجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا العالم الفلسفة والدراسة الدينية من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما في منكو ممكن يحب انه يجرب حظه بالفترة هاي ولكن ما بنصح لانه التأثيرات لسه ما زالت سلبية في منكو ممكن يخطط باليوم هاد لرحلة او لتغيير جو مثلا او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في مجموعة من الزوايا الفلكية بتركزوا فيها جيدا لانه هاي الزوايا الفلكية يعني بتاخذها مثل ما بحكيها انا او تأثيرها وبتضيفها لتوقعات برجك فبتلاقيها تنطبق عليك بالكامل عشان هيك ركزوا بالزوايا الفلكية اهم من توقعات البرج يعني اللي بروح بسمع برجه هو بوخد تقريبا 40% من التوقعات ولكن اذا سمع الزوايا بوخد 100% من التوقعات طبعا اول زاوية هي رح تكون زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 ودقيقة بعد منتصف هذه الليلة بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تريها واحنا ذكرناها يوم امس هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 42 و 42 دقيقة عصرا اكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لانهم في هاي اللحظة يبيت تجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب عشان هيك بتكون تنتبهوا من المصاريف لزيادة اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نيبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 3 و 5 دقائق عصرا طبعا كل الاوقات بنذكرها احنا بتوقيت جريناتش هاي الزاوية بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 35 دقيقة بعد العصر او مساء بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزجي طبع طبعا هاي الزاوية بعدها مباشرة او في وقتها بيبدأ خلو المسار لانها هي اخر زاوية خلو المسار بيبدأ الساعة 5 و 35 دقيقة مساء وبينتهي تقريبا بيستمره لليوم التالي يعني اليوم الجمعة لغاية الساعة 22 و 23 دقيقة صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية رح تتشكل وهي في فترة خلو المسار هي زاوية برضو خطيرة احنا ذكرناها يوم امس لانه هاي من الزوايا البطيئة وتأثيرها رح يستمر لنهاية الشهر هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و 59 دقيقة مساء هاي زاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي تتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية وبتعكر صفونا شوي بتخلينا هيك متنكدين او في حالة مزاجية صعبة برضو هاي الزاوية فيه نوع من الخطر بصير منك خلالها هي يعني شوي بتزيد حالات التحرش الجنسي واكثر المتضررين او بتتركز اكثر غير التحرش الجنسي العادي انه بكون بيتعلق بالاطفال اكثر عشان هيك بالفترة هاي ديروا بالكو على اطفالكو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل 16 يوم نسبة طبعا الساعة 5 و 24 دقيقة بعد العصر بصير 17 يوم نسبة الاضاءة بتصير 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 15% القمر في القوس حتى يوم 28 خمسة منتحس بنسبة 50% عطارد في الجوزاء حتى يوم 29 خمسة سعيد بنسبة 60% اما الزهرة في الجوزاء حتى يوم 2 ستة منتحس بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% اورانس في الثور حتى يوم 28 بعدين بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% نبدأ في الحوت حتى يوم 25 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% اما بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما انه القمر استقر في القوس وبلش يشكل زوايا منها ايجابية وطبعا القمر سلبي هو منتحس اليوم ولكن التأثيرات كلها بتركز على مجالات السفر البعيد والاتصالات البعيدة الدراسة الجامعية والامتحانات فمنكم اشخاص رح ينشطوا في هاي المجالات بشكل كبير اهم اشي اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد اللي عنده اتصالات بده يضبط عصابه اليوم تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احباكم معكم ممكن تحاول انك تخرج في رحلة او تروج العمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون اليوم في نوع من انواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات الاموال والمكاسب هاي بتيجي اما سداد ديون او من شريك يعني بيجي من زوج من خطبة من شريك العمل شريك عاطفة يعني الاموال هاي مشتركة او بتيجي عن طريق القروض والديون او اشي العلاقة بالتأمينات حاولوا انكوا في خلال هذا اليوم تسارعوا لا تهدئة الاجواء لانها فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير ممكن تكتشفوا اشياء جديدة او تتناقشوا في امور معينة ولكن شرط ضبط العصاب بتتلقى مساعدة او تعاطف عليك التحلي بالليونة والتفكير الموضوعي بشكل كبير برج الجوزة طبعا القمر بما انه مقابلك تماما فهو يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة او تعزيز علاقاتكم مع الازواج او شركاء العمل او امور الها علاقة بالعقود او بداية عمل جديد ولكن بتطلب منكم تركزوا بالعقود تدرسوها بشكل جيد ما توقع على شيء دون استشارة ولكن وبرضو لان القمر مقابلك تماما فهي الفترة بكون فيها نوع من انواع السلبية لانه طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك بتكون الاجواء ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات او الخلافات او النقاشات فاضبط عصابك لانه عدوك بالفترة هاي يعني بكون اقوى منك برج السرطان انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم تحاولوا تركزوا على اعمالكم حتى لو بتشتغلوا ساعات اضافية حاولوا انكم تركزوا عليها على اساس انها ما تتراكم برضو ابعدوا عن المشاكل او المشحنات ما بينكم وبين زملائكم بالعمل اللي بيشعروا باشياء غير اعتيادية صحيا يحاولوا انهم يستشيروا اطباءهم وديروا بالك من الوسوسة من الامراض بالفترة هاي حاول انك تكون منظم حاول انك تحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك زي ما حكينا حتى لو تضطر انك تعمل ساعات اضافية برج الاسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ولكن ما بنصح انك تدخلوا بمجازفات او مراهنات بالفترة هاي ممكن اليوم تنفرج اساريرك شيئا ما وتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي الفترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط وتعزيز العلاقة ما بينكم وبين الابناء او الاحباء اهمش انك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الاحباء حاول انك في هذا اليوم تستغله لتصحيح الاخطاء وبرضو جيد اليوم هذا لالامور الفكرية او الممارسة هواية معينة برج العذرة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم الاهتمام رح يكون كله الو علاقة بالمسكن الو علاقة بالعائلة اليوم ممكن تجدوا تعاون من افراد العائلة او يكون في حوار ما بينك وبين احد افراد العائلة على مسألة معينة او قلق حول وضع عائلة او منزلة ممكن تظهر مشكلة شخصية اهم اشي انك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الاجواء شوي بتكون مش لصالحك 100% يعني فيها نوع من انواع العدائية ومتوترة اهم اشي انك تراعي وضعك الصحي او صحة احد الاحباء برج الميزان بتنشطوا في امور الها علاقة بالتنقلات والاتصالات والسفر القصير يعني التنقل ما بين المدن مثلا او من بيئة ماكن كثيرة وبرضو هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان بامكان كل يوم تعززوا العلاقة ما بينكو بين اخ او جار او تستعين باخ او اخ يقدم لك مساعدة في امر ما او يكون فيه حوار او نقاش على مسألة ما اليوم ممكن تدعمك بعض الحضوض وممكن تكون جريء في التعبير عن رأيك اكثر من الايام الماضية وبرضو بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لايلك الاجواء لطيفة وممكن اليوم تحملك لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدراتك اهم اشي انك تتحرك برج العقرب طبعا القمر صار في بيت المال صحيح انه بعطي فرص لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي او مستردات او هدية ولكن بتكو تكونوا حذرين من النفقات خلال هذا اليوم او بمعنى اخر بتكو تنتبهوا على اموالكم من السرقة او الضياع امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية اليوم ممكن تهتم بتوظيف اموالك ولكن زي ما حكينا بدك تكون عاقل بصرف الاموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي او قرض او تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة ايجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ولكن انتبه لمصاريفك برج القوس ثقتكم بانفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط بشكل كبير اليوم اهم شي انكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للامور برضو اليوم ممكن تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات عندك اكثر من اليوم الماضي وخصوصا انه يوم امس كان فيه لهو الخسوف اثر عليك بشكل سلبي ضغطك اليوم احسن اليوم تستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح ملفت لنظر او نجاح باهر في بعض المسال برج الجدي طبعا القمر موجود في بيت المتاعب بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم خلال هذا اليوم وتحاولوا انكم ما تبالغوا في انجاز ما لديكم من اعمال او اشياء متراكمة حاول انه اليوم تنتبه لحالك لانه اليوم رح تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي او صحي اهميش انك ما تحسم امر لانه الفترة هاي سلبية فيها بعض خيبات الامل وممكن تندم على اي خطوة بتقوم فيها عشان هيك انا بنصحك انك تخلي الامور بشكل روتيني افضل بورج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم خلال هذا اليوم لانه رح تنشطوا اجتماعيا بشكل كبير منكم ممكن يحقق امنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اليوم بتتسع الافاق عندك بشكل كبير وبتحتفل بنجاح او تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الارباح اليوم برضو ممكن تفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب لجانبك بتخف عليك الضغوط وبيطمئن بالك فعشان هيك بنصحك انك تستغل هذا اليوم لانجاز بعض الامور الضرورية قبل ما يتحرك القمر ويصير في بيت المتاعب عندك ولانه رح يأثر عليك ليومين او يأخر عليك انجاز بعض الاعمال برج الحوت يوم مناسب للي بيبحث عن عمل من موليد برج الحوت واللي بيعمل بينجح اليوم بدفع بمصالحه باتجاه ايجابي ولا مصلحتك ممكن اليوم تحافظ على انجازاتك القائمة في مجال العمل اهم اشي انك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها ابعد عن اي خلاف ممكن يشوه سمعتك او اي تصرف ممكن يسيء لسمعتك القمر في بيت السمعة طبعا بيأثر بشكل سلبي ولكن ممكن تستغلوا ايجابيا على مستوى علاقاتك وعلى مستوى واسطى معينة وعلى مستوى بداية عمل او تدعيم مكانتك في مكان العمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة